السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام ما زلنا مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم واليوم مع سنة اخرى سنته في اللباس اللباس يعرف بانه كل ما يستر به بدن الانسان من توب او غيره وتظهر اهميته في كونه علامة للتحذر والتمدن واحترام الاخرين وهو ايضا نعمة كبرى من نعم الله عز وجل على بني الانسان وبسببه يبتعد الانسان عن فتنة الشيطان ويفسوسه التي تدعوه الى نزع لباس فربنا عز وجل يقول يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليويهما ليويهما سوآتهم وقال ربنا عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كل هذا حديثا عن اللباس في القرآن الكريم واللباس شأنه شأن غيره من امور الحياة اليومية ينبغي للمسلم ان يلتزم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان من هديه انه يلبس ما تيسر له من اللباس سواء كان صوفا او قطنا او غير ذلك من غير تكلف ولا اسراف ولا شهرة وكان له توب يلبسه في العيدين وفي الجمعة وكان اذا وفد عليه الوفد لبس احسن الثياب وامر علية قومه بذلك وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافة تيابه ويحرص على تطيبها ويوصي اصحابه بذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن السمت والزي الحسن من شمائل الانبياء وخصالهم النبيلة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يلبس ينتقي احيانا من اللباس احسنها طبعا من غير كبر ولا خيالاء ولا اسراف ولا تبدير كان صلى الله عليه وسلم يختار اكثر اللباس نفعا للبدن ويبتعد عما تشق معه الحركة فكان يبتعد عن الاكمام الواسعة او الطويلة وعن الارضية الطويلة التي تتجاوز الكعبين كما لم تكن عممته كبيرة تؤذي حاملها ولا صغيرة ولا تقي لابسها من الحر والبرد ايها الاحباب الكرام ان لباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هيئة واحدة فاحيانا كان يلبس الصوف واحيانا اخرى يلبس القطن او الكتان وتعددت هيئة ملابسه فاحيانا يرتدي الرداء واخرى الايزار واخرى البردة ومرة الخميصة ومرة المرط واحيانا يلبس ما يكون مفصلا كالمخيط والاتواب والقمصان والقباء كما انه لم يكن يقصد لباسا بعينه فهو حسب ما اتفق بالمصلحة وظروف العيش فمن لباسه صلى الله عليه وسلم لباس الرعس ما يسمى بالعصابة وهي كل ما استدار بغيره في اخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يلبس العصابة وابن عباس رضي الله عنه يصف ذلك بقوله صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة قد عصب رأسه بعصابة دسمة ولما كان صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا في ايام البرد يأمرهم بالمسح على عصائبهم في الوضوء وفي الغسل يأمرهم بالمسح على عصائبهم لانه برد قارس وقد كان يضع احيانا العصابة على البطن اثناء المجاعة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها على بطنه من الجوع ففي حديث انس رضي الله عنه جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع اصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة قال اسامة وانا اشك على حجر فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع كما ان من لباسه العمامة وهي من البسة الرأس المعروفة عند العرب كانت تسمى تيجان العرب كان صلى الله عليه وسلم يلبسها بطريقة خاصة به حيث كان يلفها ويترق منها جزءا يرخيه بين كتفيه لبس العمائم يكون على اكتر من طريقة وقد جاء في وصف لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمائم ان النبي الكريم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء واحيانا كان يلبس عمامة بيضاء واحيان اخرى يلبسها خضراء فليس له لباس معين حسب ما التفق كما ان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم الايزار وهو كل ما يستر الانسان ويطلق على ما يحيط بالجزء السفلي من بنى الانسان يستر عورته ويخفيها عن الاندار وذكر الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يخرج اليهم لابسا الايزار وفي حديث الاعتكاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزرة كان يشد مئزرة ويقض اهله ويحيي ليله كما ان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم البرض وهو توب يكون فيه خطوط على عدة الوان كالاخضر والاحمار وغيرها والبرضة هي لباس يتلحف به الانسان وفيه شمال وكان النبي الكريم له بردان اخضرا ومن اشهر برض النبي الكريم البرضة التي اهداها لكعب بن زهير مكافأة له على قصيدته التي مدحه بها هذه البرضة اشترها منه معاوية وبقيت عند الخلفاء العباسيين الى ان احتل الماغول بغداد وامر هولاك باحراقها وقيلها انها لم تحرق وكانت تلبس في المواكب كذلك من لباس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة وهي من اللباس المفصل لها اكمام طويلة تكون عادة مفتوحة من الامام وتلبس فوق القفطان وهو الرداء الطويل وتبطن في الشتاء بالفرو روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وكان لابسا جبته وليس عليه غيرها وكان صلى الله عليه وسلم يكره جباب السندس اي الحرير وجباب الدباج التي تكون اطرافه من الحرير ومن لباسه ايضا صلى الله عليه وسلم الرداء وهو ما يلبس فوق التياب كالعباءه ويغطي الجزء الاعلى من الجسم ويدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم له قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ايها الاحباب الكرام تعالوا بنا نتعرف عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس اولا التيامن عند لبس اللباس فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في كل شيء كان يحب التيامن في تناعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله فدائما يبدأ باليمين وقال ابو هليرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم فمن سنة النبي الكريم البداية باليمين وعن حفصه زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان رسول الله كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وتيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك فدائما اذا تعلق الامر بالطعام او الشراب او الثياب فكان يحب التيامن اذا كان غير ذلك يستعمل اليسرى وخصوصا لما يدخل الحمام او الكنيث للنظافة والتطهر ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس انه كان يدعو دعاء طيبا لمن لبس توبا جديدا فعن ابي سائر الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد توبا سماه باسمه اما قميصا او عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد انتك سوتنيه اسألك من خيره وخير ما صنع له واعود بك من شره وشر ما صنع له وفي الحديثة ايضا عن معاد ابن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس توبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا التوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من دنبه غفر له ما تقدم من دنبه كما ان من هدي النبي الكريم ان يقول كلاما طيبا لمن رأى اخاه عليه ثياب شديد فعن ام خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيه خمسة سوداء صغيرة فقال من ترون نكس هذه فسكت القوم قال ايتوني بام خالد فأتي بها تحمل فاخذ الخميصة بيده فالبسها وقال ابلي واخلقي ابلي واخلقي وكان فيها علم اخضر او اصفر فقال يا ام خالد هذا سنه سنه بالحبشية يعني انه جميل ولمن لبس اللباس يقول له ابليت واخلقت فيقول بارك الله فيك وعليك بمعنى انك تطيل العمر يبلى هذا التياب وتشجري غيره وغيره وغيره وتدم في صحة وعافية لبست وابليت ويقول الاخر بارك الله فيك وعليك والتياب محبوب اكتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لبس الابيض اللون من التياب فعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وهذا لم يكن ذلك منعا من أن يتخير أي لون آخر فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلة حمراء وخضراء وسوداء وغيرها ففي الحديث عن البراء ابن عازي بن ردي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها وقد رواه الإمام البخاري ومن سنته أيضا صلى الله عليه وسلم لبس التياب الجميلة والحسنة بدون إسراف فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال أيضا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبهم يثقل درة من كبر قال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون توبه حسنة ونعله حسنة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فلا مانع فلا مانع للإنسان الذي يعتني بنفسه أن يلبس اللباس الجميل والتوبة الجميل والنعلة الجميل لأنه يريد أن يرى جميلا لكن المقصود بالكبر ليس هو التياب الرفيع وإنما هو بطر الحق وغمط الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندب لكي يأخذ الإنسان نصيبه من متاع الدنيا لكن دون إسراف كان يقول كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا إسراف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده كذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أنه كان يحرص على التجمل في المناسبات إما في الأعياد وإما في الجمعة وإما لاستقبال الوفود أو الضيوف فعن عبد الله مولى إسماعيل قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لابنة شبر من دباج وإن فرجيها مكفوفان به فقلت يا أسماء هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود وكان يلبسها للجبة قالت أي نعم خدها فأي لك كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحرص على التواضع في التياب في الأيام العادية فعن أبي أمام رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البدادة من الإيمان إن البدادة من الإيمان هذا فيه إشارة إلى التواضع وفيه إشارة إلى عدم الإسراف والتبدير في اللباس كما كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس الحرص على نظافة الملبس فعن جابر بن عبد الله قال أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعتا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به توبة كما أن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم النهي على أن يمشي الرجل في نعل واحدة فعن أبي غرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا أما أن تمشي في نعل واحدة فهذا منهي عنه في أدب اللباس وهكذا أيها الأحباب الكرام من جملة هديه صلى الله عليه وسلم في لباسه أيضا عدم إطالة التوب والإزار عدم إطالة التوب والإزار فكان إزاره لا يتجاوز الكعبين وتبت عنه أنه قال أزرت المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ثم قال وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وهذا كان من علامات المحاربة الكبرياء لأن البعض كان من علامات أنه يتكبر عن الخلق أنه يلبس لباسا أسفل الكعبين كان من علامات الرياء فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد النكير كما أن من سنة النبي المصطفى أنه اتخذ خاتما من فضة كان يصدعه في خنصر يده اليسرى وتارة يضعه في يده اليمنى وكان ينهى عن التختم بالذهب ويأدن في التختم بالفضة كما نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير من الثياب ونهى عن لبس توب الشهرة الذي يتميز به الإنسان على غيره حتى يشتهر به فصحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس توب شهرة في الدنيا ألبسه الله توب مدلة يوم القيامة ثم أهب فيه نارا أما لبس الحرير فهذا خاص بالنساء وأن لبس الحرير يكتر من هرمونات الأنوتة عند الرجال فيتحول الرجل إلى أشبه بالأنثى كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في اللباس فقال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فلكل صنف له لباسه وله هيئته ولا ينبغي لفئة أن تأخذ لباسا أخرى كذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل هذه أيها الأحباب الكرام مجموعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس فلا ينبغي أن تفوتنا فرصة أن نطبقها ونحي سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نعلم بأن أجمل اللباس وأفضله لباس التقوى كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وصدق الشاعر حينما قال إذ المرء لم يلبس تيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وأن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وتصلح لنا آخيرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة